في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول حلف الشمال الأطلسي صنف الحلف روسيا بين التهديدات الرئيسة إلى جانب الإرهاب وجائحة كورونا الأمين العام لحلف الناتو يينس تولتنبرغ قال في مقابلة مع قناة دوتشيفيلي الألمانية إن سياسة روسيا العدوانية دفعت الناتو للقيام بأكبر حملة لتعزيز الدفاع الجماعي منذ الحرب الباردة السبب في اتخاذ هذا الموقف يعود في حد كبير إلى العدوان الروسي على أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم فضلا عن أعمال الكريملين العدائية الأخرى ليس أقلها التدخل في انتخابات بلداننا والهجمات الإلكترونية إضافة إلى محاولة اغتيال زعيم المعارضة الروسية هذا وناقش وزراء خارجية دول الحلف اجتماعهم ببروكسيل على مدى يومين العديد من القضايا وعلى رأسها مواجهة التحديات الروسية يأتي هذا الاجتماع تمهيدا لعقد قمة المجلس الأوروبي عبر الفيديو يوم الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر